كيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يقوم بتدريس التعبير الكتابي للمتعلمين في مختلف مراحل التعليم؟ بمعنى آخر، ما طرق تدريس التعبير الكتابي؟ هناك مجموعة من الطرق والأساليب التي يمكن لمعلم اللغة العربية أن يستخدمها في تدريس التعبير الكتابي. يمكن أن نصنف هذه الطرق إلى أولاً الطريقة التقليدية لتدريس التعبير الكتابي، وهي الطريقة الشائعة التي يستخدمها كثير من معلم اللغة العربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. تشمل هذه الطريقة مجموعة من الإجراءات. تبدأ هذه الإجراءات أولاً بمرحلة ما قبل الكتابة، والهدف من هذه الخطوة أن يوضح المعلم للمتعلمين الغرض من الكتابة في هذا الموضوع. في هذه المرحلة، يساعد المعلم تلاميذه على أن يكتشف الموضوع الذي يرغبون الكتابة فيه. ينبغي أن يختار المتعلمون موضوع التعبير في ضوء شروط معينة. السؤال الآن، ما الشروط التي ينبغي أن يراعيها المعلم والمتعلمون عند اختيار موضوع التعبير؟ أولاً، لا بد أن يكون موضوع التعبير مستمداً من تجارب التلاميذ ومن خبراتهم في الحياة. كما يجب أن يتيح موضوع التعبير الفرصة لكل تلميذ كي يعبر عن رأيه. كذلك، فإن موضوعات التعبير يجب أن تساعد المتعلمين في حل مشكلاتهم الخاصة، بل وفي حل المشكلات العامة في بيئتهم. كما يجب أن تتنوع موضوعات التعبير بين الإبداعية والوظيفية، وأن تعمل على تنمية خيال المتعلمين تنمية سليمة، وأن تساعدهم على التعبير عن رأيهم بحرية واستقلالية كاملة. إذا ما انتهت مرحلة ما قبل الكتابة، ينتقل المعلم مع المتعلمين إلى مرحلة الكتابة الفعلية للموضوع، وفي هذه المرحلة يشترك المعلم مع تلاميذه في تحديد الأفكار المراد الكتابة فيها. السؤال، هل يجب أن يلزم المعلم التلاميذ بأفكار معينة؟ الإجابة لا، إنما فقط المعلم يقوم بتوجيه المتعلم وإرشاده إلى أهم الأفكار التي ينبغي عليه أن يعبر عنها. يجب على المعلم أيضا في خطوة الكتابة أن يدرب المتعلم على كيفية تنظيم الأفكار، وكيف يضعها في إطار شامل، وكيف يرتب هذه الأفكار ويدعمها، وكيف يبدأ الموضوع بمقدمة مشوقة تجذب القارئ، وكيف يختم الموضوع بملخص عام يستفيد منه القارئ، ثم ينتقل المعلم مع المتعلمين إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المراجعة، وفي هذه المرحلة ماذا يفعل المعلم بالضبط؟ يساعد المعلم كل تلميذ على إجراء تعديلات تنمي موضوع التعبير الذي كتبه وتعمل على تعميقه، مع مراعاة أمر في غاية الأهمية. يجب أن يوضح المعلم دائما للتلاميذ أن ما يعطي موضوع التعبير أهمية وتقدير، إنما هو جودة الموضوع وأصالة المعالجة، وقدرة المتعلم على تقديم وجهة نظره في الموضوع ورؤيته الخاصة واتجاهاته نحو عناصره. إذا منتهت مرحلة المراجعة، يبدأ المتعلمون في مرحلة المشاركة، وفي هذه المرحلة يعطي كل متعلم موضوعه إلى زميله، حتى يقرأه ويفيده ويعطيه ما يزيد به من تنظيم الموضوع وعمق التعبير، وينبهه إلى كيفية مراعاة قواعد وعلامات النحو والإملاء والترقيم، وقواعد اللغة بصفة عامة. إذن الطريقة الشائعة أو التقليدية في تدريس التعبير الكتابي، كما ترى معي أخي الكريم، هي طريقة تبدأ من مرحلة ما قبل كتابة الموضوع إلى مرحلة مشاركة الموضوع بين الزملاء أو بين المتعلمين. وكل مرحلة من هذه المراحل لها أهميتها، وفيها تفاصيل صغيرة يراعيها المعلم ويلتزم بها المتعلمون، حتى تخرج حصة التعبير الكتابي محققة للأهداف المطلوبة منها.